بسم الله الرحمن الرحيم طلاب وطالبات الصفة السعبة أسعد الله وأوقاتكم اليوم إن شاء الله بهذا الفيديو رح أشرح درس أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت الدرس الأخير رح أحل أسئلة الوحدة وبدأ نوه للشغل أنه درس الخامس محذوف الأهداف يتوقع من الطالب أن يعدد آداب وأخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت يوضح نصائح وإرشادات عند استخدام شبكة الإنترنت زي ما بنعرف ماس شبكة الإنترنت هي وسيلة للتفاعل والتعامل بين الأشخاص والمؤسسات والهيئات المختلفة ولجعل الإنترنت وسيلة فاعلة راقية للاتصال وتبادل المعلومات والمعرفة النافعة يجب الالتزام بمجموع من الآداب والأخلاقيات آداب وأخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت واحد تجنب الدخول إلى المواقع المشبوهة ضر والتزم المواقع التي تناسب عمرك يعني مثل أنا ما بقدر أش أني أدخل على موقع مشبوه ولا مص موقع أش ما بناسب عمري تنان ابتعد عن الصيغة الغير مرغوب فيها عند كتابة رسالة باللغة الإنجليزية يعني مثل إذا كتبت أنت باللغة الإنجليزية كتبت كل الأحرف مص كبيرة بعتبروها أش مص خطر تلات تجنب الإفراط في تنصيق الوثائق الإلكترونية أربعة احترم حقوق الملكية الفكرية طبعاً ما بصير إيش أنا أخذ حقوق الآخرين خمسة تجنب الإضرار بالآخرين مثل إرسال الفيروسات أكيد أنا ما بحب مسأذر الآخرين عشان هيك ما برسلهم رسائل فيها فيروسات طيب خلينا نشوف نصائح وإرشادات عند استخدام شبكة الإنترنت أول نصيحة حدد حاجتك وأهدافك قبل الدخول إلى شبكة الإنترنت أنا مسأش حاجتي أشهد فيه قبل ما أدخل شبكة الإنترنت بحددهم تنان تذكر دائماً أنك عند استخدام الإنترنت تصبح عدواً في مجتمع الإنترنت تلات توخي الضقة عند تحديد وجهة الرسالة الإلكترونية عشان هيك مثل لازم تكون تدقيق لما تبعت إيش لحد الرسالة لازم تتأكد من عنوانه أربعة توخي الحضر لملع الآخرين من الإضرار بك لازم أنا كمان مسأش أكون حذر عشان الناس ما تذرني خمسة تجنب الإطالة في استخدام شبكة الإنترنت ستة وثق المعلومات التي تحصل عليها من شبكة الإنترنت بذكر عنوان الموقع طريق أخذ المعلومات عشان حكينا مسأش حماية الحقوق الملكية الفكرية سبعة كن حذراً عند استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في اختيار أصدقائك أو نشر معلوماتك الشخصية ليش مثلاً تواصل الاجتماعي يمكن إيش يخترقوها يمكن يصيبها هكر عشان هيك يمكن يخدوا كل إيش صوري عشان هيك لازم أكون أنا حذر عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك تويتر إنستجرام خلينا مسأل أسئلت الدارس السؤال الأول ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة فيما يأتي ألاف أكثر من عدد الأصدقاء عند تعاملك مع شبكات التواصل الاجتماعي خطأ لازم أتوخى إيش الحذر با تحقق من موضوع وعنوان وثيقة البريد الإلكتروني الواردة قبل الإطلاع عليها صح جيم حدد حاجتك وأهدافك قبل الدخول إلى شبكة الإنترنت صح دال وثق المعلومات التي تحصل عليها من شبكة الإنترنت بذكر عنوان الموقع تاريخ أخذ المعلومات صح السؤال الثاني علل ما يأتي يجب احترام حقوق الملكية الفكرية عند استخدام شبكة الإنترنت لأن حقوق النشر ونسخ المواد الموجودة عليها كصور التوضيحي والأصوات وعروض الفيديو محفوظة ممنوكة لأصحابها ولا يحق لأحد أن يعيد نشرها أو أن يتصرف بها إلا بإذن مسبق من أصحاب تلك الحقوق وتوثيقها حسب الأصول با تجنب الإطالة في استخدام شبكة الإنترنت للحفاظ على الصحة جيم يفضل تجنب استخدام أنواع غريبة من الخطوط والمخططات والرسوم المعقدة في الوثائق الإلكترونية لأن ظهورها على أجهزة المتلقين سيكلفهم مجهداً ووقتاً وقد لا يتمكن أغلبهم من فهم معانيها دال ضرورة الحذر عند التعامل مع شبكات تواصل اجتماعي لأن مواقع تواصل اجتماعي معرضة للاختلاق من القراصنة خلينيها لأنحل أسئلة الوحدة واحد اختر الإجابة المناسبة لكل من الفقرات الآتية واحد من طرق الاتصال اللاسلكي الويرلس بشبكة الإنترنت الإجابة برقم جيم أمواج الراديو تنان شبكة حواسيب مكونة من مجموعة هائلة من الشبكات المتصلة مع بعضها حول العالم هي باء الإنترنت تلات يطلق على المكان الذي نحفظ فيه عنوين المواقع التي نزورها باستمرار باء قائمة المفضلة أربعة من الأمثلة على خدمات الاتصال التي وتوفرها الإنترنت للمستخدمين ألف البريد الإلكتروني خمسة إحدى الجمل الآتية تعد من أقلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت الإجابة رقم جيم ستة يرمز للمؤسسات العسكرية في عنوين المواقع الإلكترونية بالرمز ألف ميل سبعة يطلق على عنوان الموقع الإلكتروني مصطلح دال يو آر أل تمانية أحد المواقع الإلكترونية الآتية لا يعد من محركات البحث ألف لأنه مثل جوجل والإمس أن والياهو حكينا إيش يعد من محركات البحث تسعة عند تحريك مؤشر الفقرة فوق نص مترابط فأن المؤشر يصبع على شكل حكينا باء يد السؤال الثاني علل ما يأتي ألف حولت شبكة الإنترنت العالم إلى قرية صغيرة بسبب السرعة الهائلة في نقل المعلومات من طرف لآخر والتي لا تقاس بالساعات ولا بالدقائق بل أجزاء من الثانية با وجود بعض الاختلاف في نتائج البحث عن موضوع معين باستخدام محركات بحث مختلفة لأن كل محرك بحث طريقته في عرض المعلومات وفقا للمستندات المخزنة فيه خلينا مثل نشوف السؤال الثالث ما وظيفة كل من الأدوات الآتية الأدام مثل الأسهمين اللي بعكس بعضها هاي مثل وظيفتها تحديث الأكس مس إغلاق الصفحة رمز البيت حكينا عرض الصفحة الرئيسية وتحتوي خيارات لإضافة أو تغيير أو حذف الصفحة الرئيسية السهم جهة اليمين الرجوع إلى الصفحة السابقة سهم جهة اليسار التقدم إلى الصفحة اللاحقة صورة الطابعة ميس طباعة الصفحة الحالية أو معينة قبل الطباعة أو عددات الصفحة علامة السؤال ميس عرض قائمة المساعدة سؤال أربعة سؤال أربعة تأمل شاشة مستكشف الإنترنت الآتية ثم مملأ الفراغ في الجمل التي تليه ألف اسم الموقع ميسم بيناش جوجل يعد الموقع السابق من أشهر محركات البحث جيم يدل الجزء وزارة التربية والتعليم على أننا نريد القيام بعملية أشمس البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم في الأردن السؤال الخامس محذوف لأنه مدرس الخامس وبهيك ما استمم بحمد الله ختم المادة كل عام وأنتم بألف خير